طبعا توقاتكم مشاهدي صوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي على فيسبوك مجددا نحن معكم للمأمين التراقض من ساحة النور الذي تعتصر مجددا تضامنا مع قطاع غزة ودعما للمقاومة في قطاع غزة واليوم ما كان هناك تعبير شريعين صفحوا المتصمون هنا حيث قالوا سنتعب غزة ونطعم القطاع حتى آخر رصاصة وحتى آخر صاروخ إذن اليوم تجدد مدينة طرابس وجدد الترابسيون وشماليون دعمهم لقطاع غزة ودعمهم في المقاومة الفلسطينية داخل القطاع لا نشاهده اليوم هو مجموعة أحزاب ومجموعة جمعيات كانت قد دعت إلى هذا الاعتصام تضامني مع قطاع غزة لذلك سنحاول أن نأخذ بعض الكلمات من الموجودين هنا وعلى رأسهم شيخ نبيل الحيم الذي لطالما كان له وقفات داعنا لقطاع للقطاع والقضية الفلسطينية بشكل لشكل العام على ما يبدو أن هذا الاعتصام الآن قد بدأ قد بدأ يعلان الشياء قد بدأ يعلان الشياء شوش تطعم بعد داخلها خيبا خيبا يا يهود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمضى له نقف اليوم ها هنا في ساحة النور في قنص الشام في قلعة الإسلام والمسلمين نقف هنا لنقول من هذا الأجمع أن نقف قنص الشام هي نظرة وعلى آليات الأوقunoح الشام نظرة journalists يقف هنا لنقول بش einوفين واحد لو بأي Leaveれ يا غزة لو بأيك 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 يا غزة أيها الأخوة الكرام عشرون يوما من المجازر والقسف والطفل لإخواننا في نسا عشرون يوما وحكام الخصة والنذالة والعمالة صامتون عشرون يوما وجيوس عمد محمد صلى الله عليه وسلم خاناكا دليلا عشرون يوم وحولة الإسلام انظر إلى أسة الجريهة وهي تبار وهي تستصرخ ومعتصبا ومعتصبا ويتستصرخ وإسلاما ولا تستصرخ وغوثا نقفه لديه تحت رجالة الإسلام هذه الريات المرفوعة لنقول بأننا أمة الواحد تكبير 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 يا يهود تكبير يهود جش محمد فدعي و Eliessant يهود 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 يا أمة المعرجى الإسلام يهود يهود كيبير يهود حدي لا يعرش وأشخاص المصبين تصحب تصحب للعمال تسحب تسحب للأمان يا أحبة الإسلام يا أحمد الإسلام عطموا أعصر حكام عطموا أحسر الشرع ونردوا سيوش المسلمين يا جوش المسلمين تسحب تسحب للأمان تسحب تسحب للأمان تكفير الله أعلان الله أعلان أيها الأخوة الكرام نبقى الآن مع كريمة الرئيس المكتب الإعلامي لحزبة بحريني في نبنان الشيخ الدكتور محمد إبراهيم وليتفضل مشكورا مأزورا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ملاه الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد أمة الجهاد من أعظم أحكام الإسلام وهو المنادي ينادي في أمة محمد حيا على الجهاد والمنادي النادي فهذه المجهد أين حضرت السلاح وأين جيش محمد الله أكبر هذه الجيوش في العالم الإسلامي هي جيوشها سلمت قيادتها منا هذه الجيوش أموالها معاشاتها سلاحها من أموالنا هذه الجيوش نجد من أجل الحفاظ على حمادنا ومكتساتنا وأموالها 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 ومكتسات هذه الجيوش في العسل والشيوش لفتاح الأعطاء والخفاظ على الحروبات والمكتسات ولم أكن يورما من الأموال جيوش في إماية المرش الضالبين غلط غلط لذلك أمر مهم في عمة محمد التي محبط يملي قصة بيعة استشاوة لأطفال والسعيد السعادة استشاوة للشاهدين في قصة الذين استعصروا الجميع وطلبوا من الجميع أن يقفوا إلى جانبها أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تكتفي بالدعاء الدعاء إفراد الكرام إذا قد تصنع عليه فتأكسم وينجي الدعاء القريب إذا رأيت إنسانا يغرق أمامك هل تتصني وتتوله هل تبكي هل تتقار كما أن يرجع الله أن ننسل أن ننسل أهل أهل المصرحة وعلى الصلاة مشاهدين الكرام لازلنا معكم في هذا النقل المباشر ولكن نحن نحاول أن نقرأ ما هو مكتوب على تلك اليافطات المرفوعة بين أيدي الشبان هنا في صحة النور لا أهل المصر وعلى أهل المصر والجيش المركي والجيش التركي لما تنتقلون على التسيح. هذا سبحانه محطم. يا يا أبطال الإسلام. أبطال ١١. أبطال التركي. التي قلت نحن الوكين على يوم محمد. على الشهر. لا حقين يا محمد. أبطال الله. فما كان منه وهو يحمد الصناع. إلا ان قدر ذلك الانجر. ذلك الانجر الكافر السفير الروسي. وانتقى من المسلمين. امثال الابطال امثال محمد صلاح الذي ندر نفسه لله وحمل سلاحه وانطلق مجاهدا في سبيل الله من الجيش المصري. واثل الله وقتل وقتل وجرح العشرات. هؤلاء 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 هم الذين يمثلون جيش محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء de خسل عسة عمي التادي. خسل عمي أمي التادي. وان أمة الشهادة وان خالط والتعباع يطرق حي على الجهادي. يطرق حي على الجهادي. الحكام لا امر فيه. خاصة دول الطوء. والتقام الذي كان بعض المسلمين يناشدونه. هذا الوقت لارسال السلاح والطائرات. ارسلت الطائرات الى اوكرانيا. وقلت يجب ان تحرر كامل اوكرانيا. بينما ترسل الماء الى خسر. ولم يسمح حتى العام بيدخال الماء. وما تحت الطائرات. لماذا تبطعا بلا خسر كما عملت الخفار من ابي صليب. اذا كان لديك صمة. وشيء من الدين. تحرق الجيش. هذا وقت الجهاد. تكبير. هاكي الجيوش جيوشنا. ويجب ان نسترد قيادتها. وان نرفع رائد محمد عليه الصلاة والسلام. وان تكون وان تكون قوة لنا. لا كنوا علينا. لا كنوا تحدي. عرش الملك نوت من خارج. ولا في معرض مصر. ولا سعيد الطغاة. هذه الجيوش. انا ونعاد ان تنبخل على مصر. يلا حبيبي يلا. يلا حبيبي يلا. الى امت الحمد عليه الصلاة والسلام. لو اكمل. ليس بسارة للطغاة. الى الحكام. انما اليوم من محمد. والفعاليات في يوم من محمد. وهي يقوم في يوم من محمد. ان المشروع عمليكي. ينضغوية القضية الفلسطينية. على اساس الحال الدورة الاي. جزء نسبة وطفة. وان. مقرس الشرقية او جزء منها. تكون قوينة. تنزوح على السلاح. لتطاول تعمل كل الطواتي في العالم الاسلامي. في كيانس ويورك. في اسراعيل. هذا المشروع الامريكي. في وقت يقصد واغل قزة. ويقتل الرجال والنصار والأطفال. وتم راهم تنبر قزة. عن مدد الغابية. روح كامل السبين. يمتزون لدى الشعاب. الادل في الآخرين. طولة. كطورية. قرسة. ما عدم لجوق founding. za قوين وشعة 10 مئة ورقسة. الله زهر مؤلفية ولبية. لا زهر مؤلفية. لا زهر مؤلفية. لا غنوبية. لا غنوبية. halten things like me. استعمية استعمية. استعمية استعمية. هذه المشروع ون تاديمه الدورة اللي amalvesоar ديكتين في مطمق مصر أن الحاجة بتوقيت والراضي هو أطلق النار لا هو أطلق خسيطهم لا حاجة على حضور وحسب الشمعي هو الجهة حتى تحرير كامل فلسطيني إذن مشاهدين الكرام نكتفي بهذا القدر من هذا الاعتصام الذي يقام في هذه الأثناء على ساحة نور في طرابلس طبعا سلعود ونضم إليكم في مصر وماشر لاحظة لإطلاعكم على كافة المسجدات على ساحة الشعبية في كل وناطق خلق العالم كلا أشتركوا في المتابعة والموقع